في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفرق ما بين الصفات المندلية والصفات اللا مندلية قبل ما نفسر في درس تداخل فعل الجينات الجين انتر اكشن خلينا نتكلم عن ملخص الحالات الوراثية اللي هندرسها في دروس تداخل فعل الجينات ممكن نقسم الحالات الوراثية دي لثلاث مجموعات رئيسية المجموعات الرئيسية دي هي هنا يا جماعة هي ادي دي مجموعة ودي دي مجموعة اللي هي باللون البرتقاني دي وفي عندنا هنا الحمر دول دي مجموعة التالتة ليه حطناهم بقى الاتنين حمر كده لان دول حاجة اسمها او الجينات المميتة حطناها حتى بالاحمر كده عشان تبتكروها وعندنا هنا يا شباب زي ما انتم شايفين في حاجة اسمها الجينات المميتة السائدة اللي هي وفي حاجة اسمها الجينات المميتة المتنحية اللي هي خلينا نشوف بقى المجموعات كده مع بعض المجموعة الاولى هي اللي هي انعدام السيادة هنتكلم فيها عن توارث صفة لون الازهار في نبات اسمه شاب الليل اهو هنا توارث صفة لون الازهار في نبات شاب الليل اه طبعا اه النبات ده اسمه وهنتكلم برضو عن توارث فصيلة الدم اي بي في الانسان فصيلة الدم اي بي سبسيفكلي يعني هي بس طبعا مش عايز ادخلكم دلوقتي في التفاصيل دي ان شاء الله هندرسها للي هي ال a وال b وال o دول لوحديهم يعني مش بيتطبع عليهم ال lack of dominance انعدام السيادة المجموعة التانية هي الجينات المتكاملة ال complementary genes وهنتكلم فيها عن توارث صفة لون الازهار في نبات بسلة الزهور ماشي وبسلة الزهور دي غير بسلة الخضر يعني دي اسمها ال sweet pea plant والتانية اسمها ال green pea plant ال inheritance of flowers color character يعني الصفة in sweet pea plant المجموعة التالتة هي الجينات المميتة اللي احنا قلنا طبعا الجزء منها الاولاني بيكون الجينات المميتة السائدة اللي هي dominant ماشي يا شباب هنتكلم فيها عن ايه عن جين لون الشعر الاصفر في الفقرون اللي هو الجين of yellow fur color in mice والمثال التاني هنتكلم فيه عن جين سلالة البولدوج في الابقار الجين of bulldog strain in cattle المجموعة التالتة برضو بس الجزء التاني منها هنتكلم عن lethal gene اللي هي الجينات المميتة لكن المرة دي هنتكلم عن الجينات المميتة المتنحية ال recessive هنتكلم فيها عن جين غياب الكوروروفيل في نبات الذرة اللي هو الجين of chlorophyll absence in corn plant والحاجة التانية هنتكلم عن جين العتا الطفولي في الانسان اللي هو الجين of infantile dementia in human بالنسبة للعدام السيادة lack of dominance اتكلمنا عنها يا جماعة في الفيديو اللي قارننا فيه ما بين الصفات المندلية والصفات اللامندلية وقلنا هنا ان بيحكم وراسط الصفة فيها زوج من الجينات pair of genes دي الزهرة الحمرة ودي الزهرة البيضة ودي الزهرة اللي قلنا عليها القرونفولية هنا بتكون r r r capital r capital وهنا w capital w capital وهنا الصفة الجديدة اللي بتكون موجودة اللي هي ال r w وقلنا ان ما فيش جين بيسود عن الجين الاخر يعني لو احنا كده رجعنا الصفات المندلية هنلاقي مثلا جين اللون الابيض هنا بيكون r small r small ليه ده في الصفات المندلية لان ده بيعتبر متنحي اللي قدامه بيكون ال purple flowered plant في ال b plant بتكون r capital r capital بس ال r هنا بتعبر عن ال purple يا جماعة طبعا هنا بتعبر عن ال red هي موجودة كده عندكم في الكتب يعني وقلنا الفرق يا شباب ما بين حتة الصفات المندلية والصفات اللي هي مندلية ان زي ما انتو عارفين ان القليلومورفيك جين اللي هم الجينين المتقابلين دول الر وال w w طبعا هنا الجامي تسبب تكون w وهنا الجامي تسبب تكون r اللي اتنين دول بيكون لهم اثر في اظهار صفة جديدة new character وده بيحدث نتيجة تداخل فعل الجينات هي قصة تداخل فعل الجينات اللي هو اسم الدرس نفسه اللي هو هنمشي فيه يعني طبعا لسه كذا يعني لسن وكده ان في 2 جينز بيكون لهم اثر في اظهار صفة جديدة وطبعا زي ما قلنا ان في انعدام السيادة عشان ما نطلق بطش دايما يا شباب بنرمز لانعدام السيادة بكابتل لترز على طول مفيش حاجة اسمها small كده الر small الر small زي اللي موجودة في الصفات المندلية ليه لان هنا مفيش حاجة اسمها ايه dominant و recessive لا الاتنين مع بعض بيكون لهم دور في اظهار الصفة الجديدة برضو في انعدام السيادة lack of dominance هنتكلم عن طوارث احدى فصائل الدم في الانسان وهي الفصيلة ab هنا اللي موجودة تحت يا شباب اهي الab دي هو هنا الab هو اللي فيه نعدام السيادة بس لان وراثة فصائل الدم اللي هي يا شباب ايه بقى خلينا نقول هنا اللي هي الa طبعا ده كلنا عارفين الكلام ده والb والo دول بيكون فيها حاجة اسمها السيادة التامة اللي احنا قريدي خدناها في قوانين مندل وده هنشرعه التفصيل في الجزء المخصص ليه في وراثة فصائل الدم في الانسان لكن اللي بيهمنا هنا ان احنا عايزين نتأسس في حتة ايه وراثة فصائل الدم هي وراثة فصائل الدم يا شباب بيتحكم فيها ثلاث انواع من الجينات اللي هم الa والb والo طبعا هتقول لي طب والab فين هقولك الab ده هو بقى اللي فيه نعدام السيادة لما الa جمع الb ادى الى نعدام السيادة خلاص يا شباب طب هتقول لي طب فيه دلوقتي تلات انواع من الجينات ولذلك الجزء بتاع وراثة فصائل الدم ده بنسميه حاجة اسمها تعدد البدائل اللي هو multiple alleles طب يعني ايه multiple alleles يعني زي ما احنا عارفين دايما كنا بنقول زوج من الجينات المرة دي فيه تلات ازواج من الجينات فيه بحاجة اسمها تعدد بدائل بيرث الفرد فيها زوج واحد بس مش شايفين احنا a و b و o بس هنا زي ما شايفين الab هنا a o والام هنا b o اا مفيش حاجة هنا في الام مثلا اسمها ايه لأ ومفيش حاجة في الاب هنا اسمها b ولما الoff spring خد الجاميتس بتاعت الاب والام خدهم a b ما خدش حاجة اسمها o خالص فهي دي هنا multiple alleles اللي هي تعدد البدائل ان احنا عندنا تلات انواع من الجينات لكن حصل اا توارث لزوج واحد فقط من الجينات دي طبعا الكروموسوم رقم تسعة تعارفين طبعا الكاريو تايب والكلام ده احنا طبعا بنحب نربط اجزاء المنهة كلها ببعضيها عندنا انا من واحد لحد تسعة دول سوماتيك ايه سوماتيك كروموسوم بيبقوا فيهم ايه بيبقى فيهم الصفات غير الجنسية عشان يأكسبرس النمط الوراثي لفصائل الدم في حاجة يا شباب عشان احنا طبعا اتكلمنا قبل كده على موضوع الجينو تايب والفينو تايبس فانا عايز الاخخاص لكم هنا في مثال وراثة فاصيلة الدم اب في ما يدام السيادة على اساس ان احنا نربط الدروس ببعض هنلاقي environment here chasing Genetic يا شباب Genetic classification طبعا في حاجة اسمها genetic classification اللي هي التقثيم الوراثي وفي حاجة اسمها chemical classification التقسيم الكيميائي ودي ليه علاقة بقى بالانتيجن والانتيبودز وكلام ده هنشرحه في وقته لك انا عايز اركز على حتة معينة ان هنا فيه ستة جينو تايبس وقدامهم فيه اربعة بس هنقول ليه بقى الجينو تايبس طبعا هي دايما اللي بتبقى قول اكتر الفينو تايبس احنا عندنا دايما يبقى حد فصيل الدمه ايه او فصيل الدمه بي او فصيل الدمه ايه بي او فصيل الدمه او بالنسبة لل ايه بي هي جينو تايب لو هو ايه بي يبقى لازم يكون برضو ايه بي وال او برضو هو او بيكون او او يعني هنا او او وهنا ايه بي برضو زيها هنا اللي بيختلف بس فصيلة الدم ايه و بي لان دي بقى فيها ايه سيادة امة زي قوانين مندل بالزبط ساعات الاي بيكون ايه ايه او ايه او والبي بيكون بي بي او بي او خلاص كده يا شباب وده معلش يعني انا حبيت بس لخصالكم كده سريعا قبل ما نشرحها بالتفصيل في مكانها ان شاء الله